ينظم إلينا من بيروت العميد المتقاعد شارل أبي نادر الخبير العسكري سيادة العميد في الوقت الذي تتعقد فيه الحسابات بشأن إدلب ويحوم شبح الهجوم الكيماوي يأتي تصريح الحكومة السورية معلنا تأييده ودعمه للوجود الإيراني وتمسكه به على الأراضي السورية ألا يزيد هذا من تعقيد الوضع برأيك اليوم؟ مساء الخير مساء النور بالنسبة للدولة السورية هذا لا يبدو تعقيدا بالعكس هذا التحالف وهذا دعم إيراني هي تحتاجه الآن تحتاجه على الأرض في المعركة الأخيرة كما يقول المسؤولون السوريون في إدلب وتحتاجه أيضا ربما للرد على المضاعفات التي قد تتعلق باستخدام الأسلحة الكيموية أو العملية المزمع فبركتها في إدلب كما تقول جميع الأوساط أعتقد أن الموضوع هو الآن ربما تحتاج سوريا لهذا الدعم سياسيا وديبلوماسيا وعسكريا أكثر من أي وقت مضى خصوصا نتكلم عن مرحلة أخيرة قد تكون في الصراع ضد الإرهاب وخاصة ضد جبهة النصرة التي أغلب الدول هي تعتبرها إرهابية وفي مقدماتها روسية والتركية في دوء هذه المعطيات اليوم هل يمكن القول أن ملامح التفاهمات الروسية التركية بشأن إدلب باتت واضحة؟ حتى الآن هي ليست واضحة لو كانت واضحة كنا بدأنا نشاهد أن هناك حراكا جديا داخل إدلب بين المجموعات لفصلها هذا لم يحدث حتى الآن وحتى الآن أيضا هناك يعني أعتقد أن لو كان هناك تفاهم كامل في موضوع العملية العسكرية كنا رأينا أنها قد بدأت لأن الحشود هي جاهزة من سوء أكثر من أسبوع أو أكثر أعتقد أن الموضوع ينتظر قليلا في موضوع القرار التركي أو القدرة التركية الأخيرة على فصل المجموعات الإرهابية عن المعتدلة والتعامل مع جبهات الناصرة أعتقد أنها هي الخطوة التي ينتظرها الجميع الآن ميدانيا تكتيك السيطرة التدريجية وتثبيت خطوط الإسناد هو تكتيك لتعلم التبعه الجيش السوري في معارك كثيرة في الجنوب وفي الغوطة الشرقية هل من نتوقع أن يستخدم اليوم الجيش السوري في معركته في إدلب نفس هذا التكتيك؟ محاصرة إدلب؟ أعتقد أن هذا التكتيك سوف يستعمل بالتأكيد خصوصا أن منطقة إدلب أو إدلب الكبرى كما تدعى الآن والتي ينضم إليها بالإضافة لمحافظة إدلب بعض المناطق من اللازقية ومن حمى ومن حلب هذا هو الأسلوب الميداني الأنسب خصوصا أن هناك تقريبا بدأ يتكون فكرة رئيسية أين هي مواقع جبهة النصرة والتي سوف تكون مستهدفة بشكل أساسي أولا في المرحلة الأولى وبعدها سوف يصار إلى معاودة الكرة والتفاوض مع المجموعات الأخرى التي قد تذهب أسرع باتجاه التفاوض والتسوية عندما تشاهد أن هناك تصفية أو هناك محاولة إنهاء وجود جبهة النصرة أو سيطرة على مواقعها لذلك أعتقد أنه الأسلوب الأنسب والذي كان الجيش السوري ينجح به دائما وأيضا ميدانيا ومن ناحية الجغرافية يمكن فصل منطقة إدلب إلى مناطق وعزلها عن بعضها ليصار إلى يعني معالجة كل قسم بمفرده إذا كانت تفاوضا أو إذا كانت عملية عسكرية أشكرك جزيلا من بيروت العميد المتقاعد شارل الأبي نادر الخبير العسكري